اشتركوا في القناة الرجل الأضخم في نابلس وفلسطين سامر الذي يتقاض راتبا يبلغ ألفي شيكل من خلال عمله بقسم النظافة ببلدية نابلس لا تكفي لا لمصاريف العلاج ولا لأطفاله الأربعة وزوجته الذين يعيشون معه تحت سقف واحد في بيت مهلهل تنقصه كل مقاومات الحياة المطلب من الله المساعدة منهن وأنت شايف وضعي وعائلتي في الشمعين إلا رب العالمين أنا يا أخي أنا مصظف بالبلدية والله العظيم يمكن ما بتصدق بدفع عن أبو يومي وكهرباء 300 شاكل 400 شاكل بالشهر وبدفع عن هاي الضارتها حوالي 300 شاكل 400 شاكل ما بصفال اللي المعاشية 1100 هي 1150 شاكل ومما يزيد الطين بالله منزل سامر الذي يقع في حي خلة العمود في مدينة نابلس وهي منطقة جبلية مليئة بالأدراج الطويلة حيث يضطر سامر لنزول 133 درجة عند خروجه من منزله للعمل أو حين يذهب للطبيب وعليه أن يصعد هذه الدرجات مجددا عند العودة الأمر الذي يتعبه كثيرا ويشعره بأن قلبه على وشك التوقف مع كل درجة يصعدها أو ينزلها كما يقولنا بناشد الجهات المعنية أن الله يؤدي لهم على فعل الخير وأنا عمالي إن شاء الله على وجهه باب عملية يعني بناشد الناس اللي عندها الكرم والجود أنها تبيد إيدها وتساعد لأن أنا بأسناء حاجة أنا بأطلب من الله ومن الوجوه الحلوة أنهم يساعدوني لو بإنقاذ العملية يعني لو بتمهدت من العملية إذن ما بين الأمل والمعاناة يعيش سامر الأربعيني على أمل الحصول على تكلفة علاجه التي تقدر بنحو 30 ألف شكل كي تعيد له الأمل ولعائلته أيضا للتلفزيون القدس بصير اشتيا نابلس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر